نكو قطب عكسية دي حاجة عادية جدا مش معناها ان هي غلط عادي جدا ممكن تكون عكسية شوفوا الجزء اللي ينطبق عليكو وافترضوها من نفسه معايدة انا هعتبر ان الجزء دا يعلق برج الحمل والجزء دا يعلق برج الحمل تمام؟ في الماضي بالنسبة لبرج الحمل ايس اف فانز ايس اف سورز انا شايفها ان ذاك انكو اديته فرصة للشخص اللي انتو بتحبوه ذاك انكو عرفته حاجة عنه وانتو كتشترفوها او هو كذب عليكو وبعدين بعد خناء كتير ومنهده يعني وكلام من كده انتو قاررت انتو تدوهم فرصة بس طبا ما هم احبوا بيقراركم الحقيقة انتو زاك انكم شرفتو عليهم اللي هو لو انا عرفت مرة واحدة ان انت كدبت او ان انت كدبت اخلاص كدب احنا انتهي لنا اول فكرة انتو تدوهم فرصة عشان انتو بتحبوهم تمام؟ يعني فيش اي ساعة تاني هاي الفكرة انتو بتحبوهم فانتو مش عايزين تستغنوا عنهم فقاررت ان انتو تدوهم فرصة تمام؟ فده بالنسبة لكم في الماضي بالنسبة لي هم في الماضي دموهم ودهمة ممكن تكونوا تماملوا عبرج السرطان او مع برج العزراء الشخص ده عنده اسرار كتير هو انتم عرفتو جزء منها تمام؟ هو ما عمل بيفكر مع نفسه بيراجع نفسه في الحاصل يعني هو اخد فترة بعد عنكم شوية بشخص را كان يحتاج فترة يفكر مع نفسه اللي هو عمله ده صح وهو عمله ده غلط هل هو مفودي يخلي حاجت لنفسه بس بعض لي شاركو فى كل حاجه فى حياته هو كان عمال بيفكر فى التفاصيل ده بالنسبة للحضر بها انا شايفا انتوا متعلقين اوي بالشخص ده انتو متعلقين دي اوي لازالك حتى لو هو غلط فهقاوكو ان هو كذب عليكو او حاجة زي كده انتو غصبا عنوكو كنت عايزين تسامحوه يعني ان هو اديني سبب عشان اسامحك اديني سبب واحد يخياني سامحك لو اديني سبب واحد حتى لو صغير هسامحك اا فانتو متعلقين اوي بالشخص ده دي حاجة مش حلوة لدرجة ان الموظر ده يزيكو ان انتو الشخص ده بيدعلكو كتير وانتو برضو بتسمحوه كنو شوية بتسمحوه تمام ر concentrations اديني سابله في غيره فكارتوا وانتو هاي بله ايه انتو هو ايه انا بدونكو ازهقي انا عمال بقى بسامح الشخص ده وبقى بزر ماجد في العلاقة دي وفي هذه الفارق مش باخد عنوكو كده ومش باخد ابестно اعاgeon الا انف حلالت حتى لو عندها دل موسيقى بفضل чاب اكب عليك Ber przygot اه jed للadox احلت هناك السابقة ايه كنا حا اتحاسوه بالانتصار اه اه تجد ذات الانتصار شوية في خداال نائها ممكن تكونوا بتعملوا برج الدلو The Star, Five of Pentacles, Three of Swords تمام؟ طيب الشخص ده احساس بالزنب لي ان هو شايف ان هو اغضر بيك وهو مكان شفوه يعمل كده يعني لما طلع من المرحلة دي اللي هي محالة ان هو بيفكر مع نفسه طلع منها بإحساس ان هو شايف ان هو غلطان هو مكان شفوه يجدب عليكو هو كما فود يقول لكو كما فود يبقى صريح على الان لمكان شفوه محطوص في الموقف ده هو حاليا مجروح شوية لان هو عمل بيأنف نفسه هو عمل بيأنف نفسه بيعاقب نفسه فكل يوم الليل قريب يفكر متدايق فهو زائت من يوم متدايق قوي لان هو حاس ان هو ظلمكو هو عايز يعوضكو فدستار انا شايف ان هو هو شايف ان انتم تجيب له السعادة هو مش عايز يخساركو بسوه في نفس الوقت بيغلط كتير قوي كل شوية بيعمل حاجة بدائكو وهو زائت انه خايف ان انتم تزهقوا منه وتزيبوه تمام يعني ده اللي انا شايفين من ناحيته انا شايف ان في اخر الشهر انتم تحسو ان انتم تتوصفت الان ان الشخص يبدأ اللي حاوي يزبط لكم ان هو كويس فهيبدأ اللي يعملكو كويس قوي فانتم تحسو ان انتم تصورته او ان انتم مبسوطين انتم تفكروا في ايه يقولك الحامد هانجمان و دا تاور انتم زائق انكم انشكلة اللي حصلت دي اللي هي عليها علاقة و الكاتب ده حصلت فجأة كانت غير متوقعتها و انتم عملي بيتفكروا فيها حتى بعد مسلحة الشخص اللي عملي بيتفكروا فيها هل القرار اللي انتم خطوه صح هل القرار اللي انتم خطوه غلط هم عمليين بيقنقوا في نفسهم يعني ده نفس الكارتتين عاملين بيئنموا في نفسهم عاملين بيراجع كل حاجة حصلت وكل حاجة مضايقاهم ومش مبسوطين توقف بانتيكز اشوف ان هم بيعفروا عشان يوزنوا بين حياتهم وشوف ان هم عندهم بسئوليات كتير قوي حتى بورا العلاقة بتاعتكو وهم بيحاولوا يوزنوا بين كل الحاجات دي تمام اللي جاين حياتكو في المستقبل برج الحمل هو جاستس فورف وانز و نايت اف كبس اشوف ان الالاكه حتستقر جدا في المستقبل ممكن يكون في جواز او خطوبة اي حاجة من الحاجات دي يعني في المستقبل الالاكه فيها العلاقه امال كبير اوي جاستس تقنى برج الميزان اشوف ان هلتائكم هتأخذوا حققكو يعني اللي علاقه هتحتحسنوا انه فخلا لنت تستهله انه تستهله انه تبقوا معحد بيحبوكو بيؤدركو موادى فعلا لنتوا هتاخدوه نايت اوف كبس انتو طبعا لما تلاقون الشخص ده يقضاكو واتغير وكل ده هتقدمو الحب انتو كمان يعني فده اللي جاي نحكو في المستقبل طيب اللي جاي نحكو الحبيب بتاعكو في المستقبل هو نايت اوف سورد نايت اوف وانز نايت اوف وانز نايت اوف وانز ما كنتو كنتو تتعاموه مع حد بورجنيري اشيكوان الشخص ده في المستقبل سيكون عنده مشاكل شوية محتاجين انتو تقفوا جنبه مش عارف لان بالليل بجد ممكن يدخل في محارات اكتئاب لو محدش يقف جنبه وخليه فاطفل نايت اوف وانز هو هيرزن مجهود كبير قوي في الفترة اللي جاي في المستقبل هكون عنده شغل كتير مسئوليات كثيرة همي محتاج روحه فهيبقى محتاج حد يصعبه فده يجي دوركو هنا بقى بزات لمكارته يبقى موجود الشخص يبقى محتاج مستعبه وحبه وده اللي انتو غالبا هتقدمونه لما يثبت لكم ان هو اتغير نايت اوف وانز لو الشخص ده بعد عنكو في المستقبل اعرفوا ان هو ليه سبب يعني حاولوا تعرفوا السبب لان هو فعلا فعلا يبقى مضغوط جدا فحاولوا تقدروه تمامي لان هو مش هيبقى يعمل كده من فراغ فده اللي جاي لحياتكو نحيتو في المستقبل يلا بانشوف الرسائل والمصائح بتاعتكو اتغير بانشوف الرسائل الكارتر لا ممكن يكون معناه ان انتم متجوزين ومنكم اطفال ده لبعض الناس الكارتر لا برضو ممكن يكون معناه لبعض الناس انية وانتو تعرفوا بعض من زمن قوي وان دي عشرة كبيرة قوي يعني انتم مش معرفة سانة مثلا ولا حاجة لأ من زمان عارفين بعض تمام الالكارتر هنا معناها ان انتم ممكن يكون في عوامل دينية او ممكن حتى عوامل عائلية بتقصر على علاقة بتاعتكو مثلا ان اتو ممكن تكون مديلاهات مختلفة او ان انتم او ايا في حد من العائلة انت من عائلتكو او عائلتهم مش موافقة على علاقة دي او عامل مشاكل اا دي حاجة انتم لازم تحلوها او سيبها اشتبار اا انتو لازم تبعين عنه الشخص الان انتو بتحبوه هو هيبدأ يزبط نفسه وده هيبني شوية يعني قرب اخر فبراير تمام لما هو يبدأ يثبت نفسه انتو فعلا هتقدوا بالكواب مبسطين ساعتها ابقوا بيانوا من شخص ان انتو بتحبوه وانتو مقدرين ان هو بيعمله يعني زي كن ما تحبطوهوش يعني ما تقلوش عالي بالزيادة عشان هو فعلا يجعني فترة زي ما قلت هنا في المستقبل بتاعه ان هو هيبقى محتاجة لحب ده فعلا زي كن ما تقلوش عالي بالزيادة لان هو يبقى فعلا محتاج ده قوي تمام بس كن فده غالبا ان الرسال بتاعاتكم اهم حاجة من شكلة اللي هنا اللي هي علاقة بالعامل الدنيا او العامل العائلية لازم تحلوها لان لو هي فضت يعني لو كانتوها على جانب وانسيتوها هتأثر العواقب بتاعاتكم بشكل كبير فلازم تحلوها تمام بس كده احنا كن خلصنا الفكرة دي اللي بنا ندخل على الفكرة التانية والاخيرة اشتركوا في القناة طيب لو تتعامل عبر بالحمل زيك وجاستس وكينجوف من تكيز اشتا ان انتو تتعامل مع احد هو اا عائل جدا بياخد كرارات بعد تفكير طويل يعني هو بيفكر كويس قبل بياخد اي كرار اا وانشتا انه هو مستقر ماليا اما شايف ان الشخص ده اا اا مكتب ممكن يكون هنا بالذات لو انتو تمامل مع شخص دول المحمل وانه ممكن يكون الموضوع عكسي انتو اللي بزعلينه مش هو اللي بزعلق اا فهو هنا زيك انه حس انه عايز يخد حقه او ان هو متضايق هو بحاجة ان انتم تثبتو ان انتو احسن مثلا اا حاس قوي هنا انه هنا الموضوع عكسي يعني انتو اللي مزعلينه وانه هو متضايقة منكو هو عايز ياخد حقه تمام اه فبس يعني. نعم تتعاملوا عن برج التور. ايتو في كابس المقلوب تاني في كنتكز. الشخص ده عمره ما هيبعد عن فوق الشخص ده هيحوم كل طرق ان هو يتبال جنبكو. لان هو شايف نفسه في المستقبل معاكو. شايف نفسه يبني عائلة معاكو. شايف نفسه بديني مستقبل معاكو. هو عايز يكمل معاكو. وهو اه في المستقبل لو انتو كملته مع بعض العلاقة او مستقرة جدا. وهيبقى عندكو استقرار مالي. وممكن جدا بازن لايبقى عندكو اطفال. فانا شايف ان في اول كبير اول ان اللاقبة تبقى كويسة. فادول الشخص لا فرصة. طيب لو بتتعاملوا مع برج الجوزاء. كوينوف كاكس و سيكس افوانزة. اجابة ان الشخص ده من جوا متضايق على ما هو عمله. اه لبنان وزعنين. هو مش بيبين كده. هو بيبين العكس. يعني هو بيبين ان هو كويس خلاص. ما بيجبش سريطة الموضوع. مسؤول من جوا بيفكر في موضوع كتير. اه فانتو يعني اه يعني. اه يعني. اه هو حاولي زبسكوا ان هو كويس. ان هو تحسر. بس انتو زائت ان ايه ما تفضلوش كل شيء تفكروا ان هو زعن لكم. يعني ما تزلوهوش من الاخر. لان هو مش بحتاج زول لاصر. هو الواحد من ذاك. لو تتعاملوا مع برج الجوز سرطان. 3 of cups. 7 of pentacles. اه انتو تتعاملوا مع حد اه زائت كبو كل شوية بيحاولي فاكفشكو كل شوية بيحاولي طلاقو برمود الزعل. اه برمود انتو زعنين منه. بحاولي حساسكو ان العراقه حلوة وكويسة بس انتو مش بتستجيب وخاف. فهو بدأ يفقد الامن. بدأ يفقد الامن في الموضوع. اللي هو انا بحاولي فرفشهم. بحاولي خليهم جزالين. بحاولي خليهم مبسوتين معي. بحاولي 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 بسطهم باقي طريقة. بس هم مش مبينين حتى بهم مبسوتين. كل ما عامل حياة يحاسهم بالدقيقين اكثر. هم بدأوا في خطر قبل. فلو انتو بدأوا عليهم انا شعف ان انتو يعني كفاية لان هما خلاص هيبدأوا يزهقوا يعني. مش يزهقوا خلاص فاقدوا الامن مش هيحاولوا تاني. تمام? عندما تتعملوا بورج الأساتريو في كابس و سابن فسورز شايف ان الشخص ده الجرح قوي لما بععد عنوكو لما انت بديني اتخريقته فهو قرر لحالب عشان العلاقة ديه قرر لحالب ويعافع عشان العلاقة ديه فهيعمل مهما انتو عايزين وهيعملوا عشان يزبط لكو ان هو يستهد تمام فبس كان يعني فيش كلم اكتر من كده فالشخص ده هيبضل وراكو لحد ما انتو اللي كنتم تصالحوه تمام لابتو تعاملوا عن بورج العزراء page of swords و the double انا شايف ان انتو متعلقين بالشخص ده قوي وانا شايف ان ما ممكن يكون اصغر منكو في السن انا شايف ان انتو بلاش تكملو مع الشخص ده لانه عندو سفات سلبيه كتير وهو ما بتغيرش تريعتو متعلقين بحد ما بتغيرش كل شوية يقولوكو انا هتحسس ان انا هعمله في الاخر ولا حاجة ما بيحصلش اي حاجة واعتقد ان الكلام ده اتو تعرفوا ان هو حقيقي لان هتبقى حصرت معكو قبل كده تمام؟ حصرت ان هو يوقيو الكلام وفي الاخر ما بيعملش بيه هو بوق يعني فانش شايف ان انتو تكملو مع حد زي كده لان شايف ان انتو تطو stamقى لان اون بد stare او صفوفاش انا شايف ان انتو كيل tuningardi مع حد او صف وم حاجة انو اظهر كده انه ان Labs انتو ان Flamingaming ستحاول ان يكون صريح معكم على قد ما يقدر لان انا شايفة ان هو شخص عنده اصرار جميد اوه فلا هو مصر ان يخلي العلاقة دي تكمل يبقى هو فعلا مش هيجده عليكم وانا شايفة ان هو فعلا مصرر فعام يعني باين من كثرة فلا فعلا شايفة انتو تصدقوه تدول فرصة يعني طيب لو تتعاملوا مع برج العقرى وحنا نذكرت برج العقرى وانا شايفة ان الشخص يعد عليكم بلايه جديدة وانا شايفة ان البلايه جديدة تبقى سعيدة جدا انا شايفة ان انتو فعلا توفع عليها الشخص ده خلاص هيفتح صفحة جديدة معاكم هيتغير 180 درجة هتلاقوه اتنمسكوا بتعاموه مع شخص تاني اهم حاجة بس ان الشخص ده يفضل ميرجعش لطبعه القديمة لو رجع لطبعه القديمة ابعده عني بس اهم حاجة ان انا مش حاسة انه يعمل كده بس لو عمل كده ابعده عني لو تتعامل مع برق الكوز توف وانز ودهاي بريستس اعشي فان الشخص ده عنده حاجة كثير انتو متعرفوه اوش عني انتو لسه متعرفوهش كويس او اي كده انتو لسه ازئك انكم مرتبطين بفيديو او يعني يعني الشخص ده لسه انتو متعرفوهش كويس او هو يعرفوه كويس انتو متعرفوهش حتى كل حاجة عن حياته اه فتوف وانز الشخص ده ازئك انه محتار هل هو الحارب عشان لعلقه ولا لأ هو حتى بسه مكررش اصلا تمام فانا شايف ان انتو اه ابن ما تكرروا كل شوية تسامحوا الشخص ده على غلطاته اه اعرفوه كويس الاول يعني ممكن هو طبعا هو ما بيتغيرش تمام يعني يعني شوفوا كل من المواقف اللي حصلت حقوا تجمعوا معلوماتك فيها عن شخصييته عشان تكرروا انتو عايزين تسامحوه ولا لأ تمام يعني لان مش شرط يتغير تمام تعاملوا مع برج الجدي انا شايف ان الشخص ده اه هعمل كل اللي في ايدي ان هو يصلح العراقه ان هو شايل هم شايل المسئولية ان هو الغلط ان غلطه فهو اللي هيصلحه فدي مسئوليته هو ده اللي هو شايفه ده اللي هو مقتنع بي اه انا شايف ان الشخص ده خلاص بني على حقيقته انتو عرفتوه كويس وشه وظاهر يعني زي كنتو عرفتو كتاب من وشه وظاهر وخلاص انتو عرفتو كل صفات الشخص ده هي الفكرة ان انتو خلاص هتقبلوا بكل عيوبه وتستحملوه على كده ولا لأ تمام عشان لو مش هتستحمله كل عيوبه يبقى بلاش تكمله مع اصلا بس من ناحية التغيير هو مقرر يتغير لو تتعملوا مع برجة دلو اه ده هيرفنت و هيرمت اه طيب الشخص الهي هو مخفص جدا بيكو اه بس انا شيفان الشخص ده يعوز شوية الوقت البعيد عن كو يكرر هو عايزي في الدنيا يعني هو مشتت شوية مبيعرفش ياخد كرات ممكن حتى ما يكونش عنده اهداف بحياته نكونش عند خطة يكون ماشي فيها كده اللي هو زي ما ربنا يجبه حلوة يعني فاش اختر هي خطة كده شوية يبقى عندنكو يكرر هو عايزي بالزهر كم مستقبض ما يكون مرتبط مثلا و هو مش عايزي اصلا هو مش عايزي اصلا و مش عايزة تمام بس من ناحية الحب هو بيحبوكو جدا وهيبقى مخلص جدا لكو يعني لا تراحب ان هو ممكن حتى احتمال ان هو بين فوقكو لو انتم الحب اصلا خانكم قبل كده فأكيدا مش باتكلم عليكو باتكلم على حد تاني بكلام على حد عمرهم معده بحيانة عمرهم معده بخيانة فاللي معده بخيانة بمش هيعاده بخيانة فهو هيرمت هنا هو خب شاية وقت عبروني القرار هو عايزه بس هو عمره ما هيكدب عليكو ان هو عايز يكمل معيكو و هو من جواله لو بيختعاملوا مع برج الحوت 8 of pentacles و king of swords طيب هشوف ان الشخص راح يحاول يبزل مجهود ان هو يكون احسن ان هو يرضيكو في نفس الوقت هو برضو يبزل مجهود في شغله زيك انه عنده هدف عايز يوصله في الشغلة ترقية عنده هدف كده king of swords بس يعني اللي هو ايه هو هيبزل مجهود عشان يتخلحكم بس هيستنى عندكم نتو تقدروا المجهود ده اللي هو نتو تقدروا المجهود تقول لهم مثلا نتو تقدرين اللي حصل ده او كده لو مثلا جيتوا فيهم اللي قلتوا لهم مثلا جيتوا سيدة الخناية دي ويقول لك لا انا عملت كذا وكذا عشان صالحك ولا صالحك انتو مش مقدرين انتو مش عالف ايه يعني فهم هم هيعملوا كده فهم هيبقوا سنين كده يعني مثلا ان انتو تقدروا اللي هم بيعملون مBen شكرا شكرا